ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران؟ الفرق بينهما كما يلي أولا التمتع أن يخدم بالعمرة في أشهر الحج ويتمها فيطوف ويسعى ويقصر ويحل حلا كاملا ثم يخدم بالحج في عامه فتكون العمرة منفصلة عن الحج وأما القران فهو أن يخدم بالعمرة والحج جميعا فيقول عند ابتداء الحرام لبيت عمرة وحجا وفي هذه الحال تكون الأفعال للحج وتدخل العمرة في أفعال الحج وأما الإفراد فهو أن يخدم بالحج مفردا ولا يأتي معه بعمرة فيقول لبيت اللهم حجا عند الإحرام من المقاتل هذا فرق من حيث الأفعال أما من حيث وجوب الدم فإن الدم يجب على المتمتع وعلى القارن دون المفرد وهذا الدم ليس دم جبران ولكنه دم سكران ولهذا يأكل الإنسان منه ويفجي ويصدق أما من حيث الأفضلية فالأفضل التمتع إلا من ساق الهدي فالأفضل له القران ثم يلي التمتع القران ثم الإفراد بارك الله فيكم ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران وأيهما أفضل؟ القران والإفراد سواء في الأفعال لكن يمتاز القارن بأنه حصل على مسكين وهما العمر والحج وأنه يجب عليه الهدي إن استطاع وإلا صام ثلاثة أيان في الحج وسبعة إذا رجع وأما المتمتع فالفرق بينه وبين الطاق والمثل أن المتمتع يأتي بعمرة تام ومستقلة لتوافع وسعيها وتقصيغها وبحج تام لتوافع وسعيه وبثلاثة أفعاله لكنه يشارك القارن بأن علي للهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيان بحج وسبعة إذا رجع وأما أيها أفضل فأفضلها التمتع لأن نبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمر به أصحابه وحتم عليهم وغرض لما تباطئوا وراجعوه في هذا الأمر فالتمتع أفضل من القرآن ومن الإفراد